منذ يوم أمس ولحد الآن انشغل الشارع العراقي بقضية التجاوز على أراضي مواطنين بمنطقة الجادرية وأصبحت هذه القضية شغل الشاغل سيما وأنه المتحدثين اشتكوا من قوة متنفذة تحاول السطو على أراضيهم مع تزايد الحديث والتوتر اللي حصل من يومين وجه رئيس الوزراء السيد محمد الشيعة السوداني بالتحقيق في الموضوع وأيضا كلف وزير الداخلية بهذا الموضوع حتى يكون توجيه وأكون سيطرة على هذه البلبلة اللي صارت بمنطقة الجادرية وأيضا وجه مكتبه بالتواصل مع الأهالي المتضررين من التجاوز على الممتلكات مراسلنا عمر كريم راح للمنطقة ورصد هذه المشكلة بين الطرفين اللي صارت كبينهم مشكلة على الأراضي والتجاوز على الأراضي خلونا نشوف جملة وتفصيلة احنا من أخذنا هذا السند بشكل رسمي من أشخاص اللي هم مسجلين أسماؤهم منعتهم اشتريناها بوكالات رسمية يعني وصار سنوات هاي صار سنة ثالثة هنا أنا قاعدين ومثل ما تشوفونه هنا لا أكو ظاهرة مسلحة ولا ناس والناس كلها متعففة وقاعدين مناك مشتري منعتهم وهذا الحتي مالتهم اللي هم دي يحتيوها كلها باطل احنا على قطعة ثلاثمائة وخمسة واربعين على أربعة ماخين هذالك يحتيون على غير قطعة اللي هنالا موجودين ومشكلة صارت هم احنا ما علين بها الشغلة بيهن ولا أكو أي ظاهرة مسلحة بها الشغلة موجودة يعني صار تجاوز من أشخاص معينين على قطعة أرض؟ أصلا أصلا هالشكل ماكو أصلا هالشكل ماكو وإحنا هاي إحنا قاعدين ولا أكو واحد يعني تجاوز يعني أنا كش قد أكون يعني مثل مسؤولين ولا واحد من عدهم لا أكو سيطرة ولا أكو فتش يعني مثل مسلحة هنا أنا ما موجودة هذا الموضوع اتفاجئنا به الحقيقة إحنا لأنه هذا ذكر آني بشهر الثالث الماضي يعني بخلال هاي العام ثلاثة وعشرين صارت بيها دعوة صار بيها فصل سبق فصل قضائي نظرت بيها المحكمة ونفس الشخص هذا اللي دا يدعي أنه الأرض مالتا اشتكى والمحكمة طلعت خبراء خبراء حددوا مكانوا قالوا ماكو أي تجاوز عن قاع مالتا وعليه إحنا اللي أخذنا من الاشتراين للأرض بهاي المنطقة اشتراينها من أصحاب هالأصليين بيت اللامي اللي هم أصحاب هالأصليين اللي بايعين للباقين والباقين باعوا بها تدري من واحد الواحد ينباع لكن الحقيقة إحنا وقعنا عقد مباشر مع الأخوان اللي بيت اللامي اللي هم أصحاب العقود الرسمية وبها وكالات رسمية وبها مستمسكات وأوليات وقبل لنشتري رح نتأكدنا من التسجيل العقاري فسمعنا قبل شهر الثالث قبل أربع خمسة شهور تقريبا أنه صايرة مشكلة على جزء من القطعة هذا الجزء من القطعة من الأرض نظرت به المحكمة وطلعت خبراء يحددون هل أكو تجاوز على أرض السيد هذا اللي طلع يحتي فطلعت القرارة اللجنة قالت ماكو أي تجاوز اللجنة قضائية وخبراء قضائيين طالعين ومساحين من التسجيل العقاري وهذا معزز بوثائق وقرارات محكمة واعتقد هسا تقدرون تحصلون عليها موجودة هم شفت أي تحركات مثلا مسلحة أكو ناس تأخذ البيوت عنوة أو القطعة الأراضي نحن عايشين حياة مدنية أي مسلحين غير موجودين نهائيا وبالنسبة للحياة طبيعية جدا وعلاقاتنا طبيعية وأي ظاهر للمسلحين أو غير مسلحين ماكو أي قوة انتشر فيديو بالآن الأخيرة أنه أحد الأشخاص أنه أكو مسلحين يجو أخذه والأرض ماتته أو صار تجاوز على الأرض ماتته عدك معلومة بهذا الموضوع باعتبار أنه تقريب على المشكلة اللي صارت احنا قريبين على المشكلة وبوسط المشكلة عايشين لا يوجد أي مسلحين ولا يوجد أي إنسان بالقوة سيطر على الأرض المدعى عليها اللي صار مسألة طبيعية بس إدعاءات باطلة ضد المشترين الموجودين بالأرض وأكو قرارات موجودة بالمحكمة تثبت الدرجة القطعية بداية وتمييزا وتمييزا بأن هذه الأراضي طبيعية جدا مشترات بشكل سليم اشتركوا في القناة